الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عدة قرارات جمهورية بتعديل قانون تنظيم الأزهر وقانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة وتفويد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع في اقتصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في عدد من مواد قانون التعبئة العامة تقضي تعديلات قانون تنظيم الأزهر بأن يعاقب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والعملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وبالفصل بعد تحقيق تجربة الجامعة بالنسبة للطلاب وكل من يتورد في أي أعمال من شأنها الحق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة الجامعة وعرقلة أداء رسالتها التعليمية